نحن نعتبر أنه معناها الإجراءات التي تم الأعلان عليها يوم 25 جيوليا هي تعتبر فرصة حقيقية من أجل وأنه نتقدم أو نفتح باباً واسع لاستئناف مسار الثورة نحو مقامة الفساد نحو تحقيق مطالب الشعب هذا في التشغيل نحو تحقيق مطالب الشعب هذا في الكرامة الوطنية نحو تحقيق مطالب هذا الشعب في السيادة الوطنية نحن نعتبر أنه إلى حد الآن هذا المسار معناها ما زال فيه آمال حقيقية من أجل وأنه يتدفع لتحقيق أهداف الثورة ومطالب الشعب هذا في كل أرجاء الوطن في الأحياء الشعبية وفي المناطق الداخلية وفي المناطق المحرومة التي طال انتظارها والتي تم الانتفاف على أهداف ومطالبها والتي نعتبره اليوم أكثر من أي وقت مضاء على كل القوى الوطنية على كل القوى التقدمية على كل القوى المؤمنة بالثورة هو أنها تكون دافع حقيقي لإجراءات 25 جوليا ومعناها المطالب التي ترفعت شعبيا في كل أنحاء تونس من طرف المتظهرين ومن طرف المحتجين ومن طرف المنتفظين في كل أنحاء البلاد يوم 25 جوليا نعتبره أن تلك هي المطالب التي من بينها رفعت في الثورة والتي تم استئنافها يوم 25 جوليا